مثل شبح تطارده اسرائيل دون اي اثر يدل على مكانه او يقود اليه هكذا وبعد ثمانية اشهر من الحرب المتواصلة على غزة وتفتيش كل بيت ونفق ومكان لا يزال مكان يحيى السنوار مجهولا الاثر الوحيد الذي عثر عليه كان فيديو قصيرا يظهره في احد الانفاق مع عائلته وتم تصويره في بداية الحرب في خان يونس ما سقط رأسه المثير انه من وقت لاخر كانت اسرائيل تتحدث بثقة عن وجوده في مكان ما معلوم لديها مؤكدة انها كل مرة كانت تقترب منه لكنه كان يفلت في كل مرة لتواجه اتهامات في كل مرة بالفشل الاستخباراتي الذي يضعها في مأزق فهل يعني ذلك الاختفاء انقطاع السنوار عن التواصل مع قيادات حماس؟ السنوار على اطلاع دائم على كل ما يجري خصوصا ما يتعلق بالمفاوضات وكل مبادرة قدمت كان يدرسها جيدا ويبدي رأيه فيها ويتشاور حولها مع قيادات الحركة من خلال التواصل معهم بطرق مختلفة لكن من هم هؤلاء الذين يتواصل معهم السنوار ويتشاور معهم ويعرفون مكانه؟ المصادر اكدت ان دائرة صغيرة جدا لا تتعدى الشخصين او الثلاثة على ابعد تقدير هي من تعرف مكانه وتؤمن احتياجاته المختلفة وكذلك تؤمن تواصله مع قيادات الحركة بالداخل والخارج لكن المصادر لم تحدد ما اذا كان السنوار مختبئا في مكان ما فوق الارض او داخل احد الانفاق ليبقى لغز مكان السنوار مستمرا اشتركوا في القناة